اشتركوا في القناة جاء ذلك خلال كلمة مملكة البحرين التي ألقاها سعادة النائب حمد الكوهجي نائب رئيس الوفد أمام الوفد الوفود البرلماني المشاركة في الجلسة الثانية عشر للجمعية البرلمانية الاسيوية حيث أشار في الكلمة إلى ما تليه البحرين من اهتمام خاص لعلاقاتها مع جيرانها في القارة الاسيوية الذين تجمعهم بها وشاج التاريخ والتراث العريق والمصالح المشتركة والنفع المتبادل ونقل الوفد ضمن كلمته تحيات معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب معربا عن أمله أن يخرج المؤتمر بتوصيات وقرارات تتفق والآمال والطموحات نحو دفع أفاق التعاون بين دول القارة الاسيوية وأكد وفد الشعبة البرلمانية أن البحرين ملتزمة بهداف الحوار ومبادة القائمة على أسس بناء النقاط القوة والإمكانات المتنوعة في آسيا وتؤمن بجهود جميع الدول الأعضاء ومساهمتها البارزة في تطوير حوار التعاون الاسيوية ترجمة نانسي قنقر